ميحانا ميحانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك حيك بابا حيك الف رحمة لبيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسري لمسيب سيبوني على جسري لمسيب سيبوني طبعا سيدتي و سيدتي عرفت الأستاذ النظم الغسالي أهلا وسيبوني أهلا أهلا متى وصلت لكويت؟ والله وصلت يوم الخنيس يوم الخنيس راح تغني في عيد الاستقلال؟ طبعا ممكن نسبع شوية ومن دوليها أغنية ولا تخليها المتوى؟ أعتقد تبقى مفاجئة أحسن أنزعي الغنية أغنية ثانية أسمى خايف عليها وتلقى؟ طبعا بعد أن تسمحين أن أقدم زملاء اللي ينصلوا معي الأستاذ النظم نعيم مراقب الموسيقى في القسم الكردي من لذاعة بغداد والأستاذ خضر الياس عزف الناي والأستاذ سالم حسين مدرس القانون في معهد الفنون الجميلة وسيصل غدا ضاوط اليقاع الأستاذ حسين عبد الله يا أهلا بكم أهلا ومرحبا ممكن نسمع منها الأغنية ولا تسمعي خايف عليها؟ أه شوية منها؟ تفضل أستاذ خايف عليها تلفام بيها خايف عليها تلفام بيها آه شامة ودقة بالحنج من يشتريها شامة ودقة بالحنج لو تنبعش انتش تريها عمور شكرا شكرا طبعا أنت سمعت الأغنية الكويتية طبيعي هل تعجبك؟ والله تعجبني بلا مجاملة وتأجبني من زملاء كثيرين منهم أقدر أسميهم شيوخ الغناء وأساتذة الغناء ومن قبل الشباب الناهض وعلى العموم أن الأغنية الكويتية قفزت قفزات سريعة نحو أمان ويعجبني بالأخص الغناء السامري اللي تقريبا هو يشبه الأغنية العراقية يعني إذا خيروا تسمعها أغنية أي أغنية والله أنا أختار أغنية اللي أتحسس فيها واللي تتجاوب مع مشاعري أما من ولمن فهذا أنا ما سألت لي مهي ما قلت لي الأغنية شمي والله كل الأغانية السامرية نعم كيف بدأت الغناء؟ والله بدأت الغناء أعتقد قصة طويلة يمكن ما يسمح لي وقتين أو مختصر شوية طبيعي أعتقد كل الفنانين من الصغر ونغرس فيهم بذرة الفن وبذرة الموسيقى وبعد أن أكملت مرحلة ابتدائية انتقلت إلى المرحلة المتوسطة فكنت هناك خامل بالنسبة للغناء عندما انتقلت للثانوية بدت البذرة تنمو من جديد وبعدها وجدت المشاكل العائلية لأن عائلتي من عائلة محافظة وكان عمي الذي هو ولي أمري ينظر ما بين فترة وأخرى أني هل صحيح أدرس التاريخ أو أدرس صغير شيء لكن بعدين اتضح أني أدرس التمثيل وبعدين مسكني وقال لي أن في عائلتي لا يوجد قرقوز ماذا نقرقوز؟ يعني اللعب الدمع اللي ممكن نشوفها في الأيدي أيوة وبعدين تركت بيتي وتركت أهلي وبديت أتنقل عند أخي مرة وعند عمتي مرة أخرى وأدخالتي وهلما جرى إلى أن بدأ عمي يتحسس أن الغناء هو مفت شيء عيب ويلطخ جبين العائلة ومعرف من التقاليد هذه فأرجعني مرة أخرى إلى البيت اللي ترع رأت فيه ولكن دون رواه وبين حين وآخر يقول لي أنا مراضي وخلص ولكن صرت أنت مغني ما هي إشارتكم؟ الأغنية اللي اشتهرت فيها كانت يعني سبب في إشارتك أقول وقد نحت في أغنية حمد ممكن نسمعها شوية نعم تعبس لا بلعك اسمع أقول وقد نحت بقربي حمامة يا جارت يا جارت لو تشعرين بحالي مع ذا الهوى مع ذا الهوى مع ذا الهوى الهوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىnellów